بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أتجدد معكم اللقاء ونستكمل معكم دروس خط الرقاء والحلقة اللي فاتت كانت عن اتصال حرف الباء بجميع حالاته والنهاردة إن شاء الله سنبدأ معكم باتصال حرف الجيم مع جميع الحروف وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذه الأيام المباركة لحسن الصيام وحسن القيام ويتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال قبل ما نبدأ معكم في شرح حرف الجيم كنا في الحلقة السابقة بعد ما شرحنا حرف الباء مع جميع الحروف كان يعني فيه جزء بسيط ما شرحناهش وهو يعني ألباء في وسط الكلام وفي آخر الكلام وعند تتابع الأسنان الحرف هيتكتب إزاي نشوف الجزئية دي الأول قبل ما نبدأ بحرف حرف الجيم يعني لو حبينا نتب مثلا زي كلمة زينب آه آه هذه سنة مسلا الباء واطلع اعمل سنة الباء هذه الياق والباء و وسنة الباء الأخيرة الشكل ده تمام ودي حرف الزين طيب شايفين هنا فيه ثلاث أسنان الياء في البداية والنون في وسط الكلام والباء في آخر الكلام عند تتابع الأسنان عند تتابع الأسنان لازم نرفع السنة الثانية يعني لو فيه ثلاث أسنان يبقى لازم أرفع السنة الثانية ودي قاعدة دايما في جميع الحروف هتلاقيها طيب ايه العلة من كده ان برفع السنة الثانية حتى لا يشتبه معنا يعني مع حرف السين لو عملنا الأسنان كلها جنب بعض يعني تخيل لو عملنا السنة دي كده واطية هنا وهنا السنة كده وفي الأخيرة زيها واطية يعني ممكن يحدث لبس للقارئ يظن أن حرف سين لو عندينا دلوقتي أكثر من آآ حرف يعني عندينا ثلاث أربع أربع مثلاً أسنان هنعملها إزاي آآ أبدأ مثلاً أهو يعني زي كلمة يتثبت يتثبت أدي اليا تا الثا والبا التانية وأدي إيه التا يا تا ثا بت شايفين عملنا إيه؟ رفعنا السنة إيه؟ التانية التالتة خلناها زي ما هي رفعنا السنة الرابعة والسنة الأخيرة البقى في آخر الكلام بنفس إيه؟ بنفس الشكل جدانكم الملحوظة التانية لازه أخد باري منها شايفين هنا الاتصال بتاعي بعد السنة التانية أخذنا الاتصال من فين؟ من فوق وممكن أعمل الاتصال من أسفل السنة يعني شايف هنا خدناها الاتصال بتاعنا من أعلى تمام؟ الاتصال بتاعنا شايف هنا خدناها من أعلى وهنا الاتصال خدناه إيه؟ نزلنا من تحت وعملنا إيه؟ الاتصال بتاعنا مع الحرف اللي بعده خلاص يا جماع عند تتابعة الأسنان برفع السنة التانية او اكتر من سن برفع السنة التانية وبعي كاسبة اللي بعدها وارفع اللي بعدها تمام اه اتصال السنة نفسها ممكن اخدها من من هنا من اسفل وممكن من تحت ايه تحت خالص خلاص يا جماعة وطبعا ده شكل الباء في وسط الكلام وفي البداية وفي النهاية بنفس الشكل حرف الباء زي ما هو بدون ايه بدون اللي هي النقطة اللي في البداية ندخل بقى على حرف ايه حرف الجيم حرف الجيم اه في خط الرقعة لي شكلين في بداية الكلام ملهوش يعني ثالث الشكل الاول كاني ببدأ زي السلاس نقاط اللي خدناهم يعني الجزء ده اهو شايفين السلاس نقاط اه ببدأ بهم يعني اهو باخد من هنا كده واصعد وعمل كاني هعمل ايه شايفين ثلاث نقاط بعد كده بنزل رجوع خفيف سنة بسيطة يعني خروج لل ايه للخلف لبر واخد من هنا وانزل بالشكل ده تمام والطرف بتاعها بيكون ايه ظاهر من اسفل ده حرف ايه حرف الجيم الشكل الاول الشكل ده باقي 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 ب واخد بعدي كده حسب الحرف اللي بعده الشكل ده مع الحروف الهابطة اللي مجموعة في كلمته جرها مي رأسي جماعة طيب حنشوف كده حنطبق مع بعضينا ونشوف الكلام اللي احنا قلنا ده يعني هنا احنا قلنا جميع الحروف مع ده جرهم الالف يبقى اخد الشكل ده اهو اصعد وانزل خروج خفيف للخارج واصعد وعمل ايه الالف اهو تمام اه الشكل ده هنا الجزء ده بيكون نقطتين ومن تحت اسفل شايف مرتفع ايه مقدار ايه مقدار نقطة اه الجيم مع حرف الب برضو نفس الكلام اهو اهو وحط حرفه الباب برضو لتجاه الباب بتاعي بيكون الميل بتاعه ناحتي اليمين طب الجيم مع حرفه الجيم الجيم مع الجيم ده اه مع كلمة جرهمي يبقى اخد منها الشكل ايه الشكل التاني تمام يعني اهو تمام والف ايدي وانزل واعمل ايه الجيم اهو خلاص هنا برضو الجزء ده هلاقي فيه النزول بتاعي نقطتين وطبعا الجزء ده بيكون ايه نقطتين طب خروجي هنا شايف بين الجيم دي والجيم اللي تحت بيكون في مقدار ايه مقدار نقطة تمام والجيم التانية برضو هنا بيكون هنا الجزء ده فيه خروج مقدار ايه مقدار نقطة تمام يا جماعة حنشوف كده الجيم مسلا مع حرف ايه حرف الدال الجيم مع الدال هاخد الشكل الاولاني اهو اهو وارجع بسيط وهطلع لفوق نحن قلنا مع الدال لازم اطلع ارتفاع لفوق والفيدي كده وارسم الجزء ده رسم كده خلاص جيم مع الدال ولازم الجزء ده يكون ايه ظاهر من اسفل طيب الجيم مع الرا الجيم مع الرا ناخد ايه الشكل الناه قلنا كلمة جرهمية اهو الشكل ده اهو كده اهو وانزل الجزء ده جماعة لازم امشي كده مسافة نقطتين تمام وابدأ ارسم ايه رسمي بشكل ده طيب الجيم مع حرف ايه تاني حرف اه السين لو خدنا الجيم مع السين بلازم ناخد الشكل ده اهو سواء سين مسننة او بدون اسنان ارفع ايدي بفوق السطرة طبعا عشان كاسة تجيء السين ما تنزلش تحت السك اهو بدون اسنان وهاجي اعمل بالشكل ده الكاسة بتحتي الجيم مع حرف ايه طبعا حرف الجيم او حرف ايه الحاق او الخاق هو هو نفسه الكلام هناخد بقى اه الجيم مع حرف ايه الصاد او الطاق اهو بنفس الشكل برضو ناخده مع الطاق بصعد كي ان اعمل سلس نقاط خروج خفيف للخارج تمام وهاجي هنا كده هلف في يدي واصعد تاني واعمل ايه واعمل اطلاق الجوزة ده ببدأ بعمل كاني هعمل ايه حرف الراء بس على كبير شوية واعمل ايه الالف بتاعي الشكل ده اللاحز لازم اه شايفين فراغ تحت تحت الحرف خلاص ده جيم مع حرف ايه حرف الطاق او الجيم مع الصاد برضو نفسه نفس الكلام هنشوف بقى الجيم مع حرف مسلا الميم هناخد الشكل التاني الجيم مع الميم احنا قلنا بناخد الشكل ده اللي هو باخد كلمة جرهمي اهو ارفع يدي فوق تمام ده المجلوبة والف في يدي وانزل كده وحاجي من هنا واعمل ايه واعمل الميم خلاص يا جماعة جيم مع حرف ايه حرف الميم وطبعا برضو هنا الجزء ده لازم فيه هنا فيه نزول نقطتين خلاص وهنا برضو الجزء ده بيكون نقطتين وهنا الجزء ده بيكون نقطتين خلاص اه ايه تاني اه ناخد مسلا الجيم احنا قلنا مع الجيم مع الراء والجيم مع الجيم والميم والها مثلا الها فيه شكلين للها يعني للأوهاء وسطية الجيم بعملها ازاي اهو باخد بالشكل ده كده اهو واخد من هنا كده وانزل واطلع لفوق مسلا لو هعمل كلمة جهاد اهو ماشي للهاء الوسطية بالشكل ده اخدنا معها ايه الشكل الجيم ده اه لو هاخد مسلا جيم اه مع هاء منتهية الهاء فيه هاء منتهية لها شكلين ممكن اخد الجيم الاولانية دي مع شكل والشكل ده اللي هنكتبه دلوقتي هناخد الجيم بالشكل ده اهو باخد من هنا كده اهو زي ما اخدنا كده الجيم دي وهنزل وانزل بالشكل ده جيم معه الهاء تمام يبقى شكل الهاء ده المنتهي بياخد معه الشكل ده مع الجيم انما لو خدنا الهاء التانية اللي هي دي مثلا لو حبينا نعملها اهو الشكل ده اطلع لفوق والفيدي تمام يبدأ معه الجيم مع الهاء دي ناخد الشكل ده في بعض اه يعني الخططين بيقول لك الشكل ده مع الجيم يأتي مع الحروف الصاعدة تمام والشكل ده يأتي مع الحروف الهابطة وطبعا الكلام ده خطأ لان الشكل الجيم ده بيأتي مع الصاعد وغير الصاعد يعني الباق غير صاعد اهو خدنا معه تمام السين غير صاعد خدناه برضو معه فالشكل ده يأتي مع جميع الحروف ما عادة الاستثناء الحروف الهابطة بناخد الشكل معنا الشكل التاني خلاص يا جماعة كده يعني اتمنى يكون اخدنا فكرة شاملة عن حرف الجيم واتصالاته واتمنى لكم التوفيق دايما ولا تنسونا يعني من دعمكم للقناة سواء اللي بيشاهد معنا الدروس ولسه مشتركش يعني يحاول يشترك معنا في القناة ده بيدعمنا ويشرفنا طبعا وطبعا اذا اعجبكم ما نقدمه من محتوى يعني لا تبخلوا عينينا بعمل اعجاب للفيديو او تعليق والقاكم على خير وتقبلوا تحياتي اخوكم محمد الحميري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا